أكو أغاني تنجح لدرجة تصير نقمة؟ يعني تمحي اللي مو تمحي بس تتعوق ما قبلها وما بعدها؟ لا المطرب الناجح المطرب السخطة على الحيم وكرثوب أكو نقمة بنات أغانيين وما نحن أغانيين لا ممكن المطرب نفسها تنجح عندها أغنية؟ أي يعني تروح تيجي غيرها لا أزل تأخذ وقتها بس أنت المفروح ما ستجد عشر أغاني وتتبثها وتنزلهم كلهم سويا نحن أغانيين واحدة بعد ينفذت ستة شهر نزل الثانية هسا لا الشباب وصنع شباب كل ساحة أطلع واحدة فوقف فوقف هذا الصحيح لأنه أنت أغانيين عندما تشتري ويحفظوها الناس يسألك بشيء ستسجد وقبل التسجيل لم يكن لسا الكلام نأخذ من لجنة النصوص نعم ونطيل ملحن وملحن يسمع إلى لجنة الألحان من لجنة النصوص يعني يكون كلام مجاز؟ من خمسة إذا ثلاثة قالوا أوكي نجاز وفي حال أخذت كلام ما مجاز ما تطلع الأغنية؟ نعم لما نقدمه الملحن يقولون يا رجل مجاز حتى قدمه للناس قدمه لللجنة هذا النظام كان طبعا فاللجنة تسمع اللحن إذا قالوا أوكي أوكي ما أوكي يريد أن أغير اللحن الله ونسجله ويقدموه لللجنة يسمعوه على التير قبل التير يشوفون اللحن إذا كان ناجح من اللجنة بوقتك؟ والله إذا كان 12 واحد داود غيس الله رحمه محمد عبد الوهاب محمد نوشي طالب مرات يجي مرات ما يجي ماشا الله موسيقيين فشان المتحان صعب يعني المطرب إذا يجي واحد يشبه صوتي ما يقول أنت حمد موجود على اللجنة إذا يغنى مثل ياس يقول له ياسم موجود هسا ماكو اللجنة فحصوا وحسولوا دفتر ماكو اللجنة هسا أي واحد بيت يسجل اي طبعا طبعا